أرجعنا لكم مرة تانية عزيزيزيين المشاهدين قبل المنوح برضي أتكلم على الماتش ونخد تقريب زميلنا محمد توفيق عايز أتكلم عن موضوع شغل قوي بعض الناس اليومين دول عارفين طبعا الناس اللهم ممن بعض الناس المنافسين شغلهم قوي عمل لهم صداع موضوع كهرباء كل يوم كل يوم في جميع البرامج بالقناة ياهل فيقولية ما بتناقشش أضايا ناديها ما بتناقشش أزمات ناديها حتى لو فيه أفراح ده لو فيه أفراح ما بتناقشهاش ما بتتكلمش فيها يا فين بس الأفراح بس مش مشكلة كلها أزمات ولكن ما لهمش علاقة أبدا بناديهم أبدا المناقشة كلها على النادي الأهلي وليمين دول على محمود كهربا مش عارف كهربا؟ لم موله كهربا عمل إيه؟ كهربا حيدفع كهربا موقوف كهربا صايم كهربا ماشي كهربا قاعل كهربا بيستحمى كهربا بيركب عرب ايه ده هو كهربا ميجننكوا قوي كده عشان تقلقوا الفترة اللي فاتت ميجننكوا قوي ايه الاهتمام البالغ بكهربا ده كل همهم ان كهربا ما يبقاش موجود في الصور لان كهربا بعد ما رجع كهربا حاجة تانية يعني زي ما حضراتكم شايفين كهربا الخطير كهربا اللي يعتبر دلوقتي مش عايز اقول من افضل المهاجمين في مصر المنافس اكبر همه دلوقتي والمتحدثين باسمه اكبر همه كهربا ما فيش غل كهربا في القناة الفقوية ياه كهربا ما ونقشد كهربا خطوات اللي جاية كهربا هيعمل ايه والنادي الاهلي هيعمل معه ايه طب كهربا لازم ينشع عارف يحصل له ايه عصد كهربا فيه ايه فيه ايه بتخليكم في مشاكل ناديكم اتعلموا اتعلموا من النادي الاهلي اللي بيدي كل يوم دروس في الادارة كفاءة الادارة مش هتكلم اكتر من كده